المقاومة بأشكالها متغيرة المقاومة أولا ثم التفاوض أيضا معتمدة التفاوض ثم المقاومة أيضا معتمدة وبالتالي كلها مشروعة من أجل تحقيق الغاية الكلية وهي تحقيق الأربع عناصر الثابتة التي لا تتغير قضية التناقض دولة حدوية 67 ولو كانت حماس في الحكم لا أنا أقول لك لو أخذنا 99 وتسعة من عشرة من فلسطين وإحنا بنحكمها الجزء الضائم من تسعة من عشرة لا نستطيع لا دينيا ولا وطنيا ولا أخلاقيا أننا نتنازل عنه هل سوف أتوقع إذا ذهبتم للمفاوضات شلت يمين من يوقع على التنازل عن ثابت من ثاوبة فلسطين صارك الله في الدكتور صارك الله في الدكتور وكل ما يتعلم فيه أنا دكتور محمود أني سؤال لك الفاهمة الديمقراطية أنت مكرم لا نقصب الإساعة أو الإهمة اللقبة في حارة حماس فلقبة في حارة حماس حماس أكثر بما ترقمت الآن عندما بأن ترقق كثير من وزاء العام الغرفي اشتركوا في القناة